موسيقى يعيش أشاوس الحماية المدنية عبر القطر الوطني حالة من التأهب القصوى بسبب امتشار جائحة كورونا مما أدى بالمديرية العامة إلى تشكيل خلايا أزمة منتشرة عبر المديريات الولائية والمثال هنا من ولاية الأغواط منذ بداية ظهور وباء كورونا قامت المدير العامة بتنصيب خلية متابعة على مستوى مركز التنسيق العملي دور هذه الخلية متابعة ظهور أي حالة ومتابعة العملية التعقيم وتطهير تعكف هذه الخلية على متابعة كل التطورات المتعلقة بفايروس كورونا كوفيد-19 بإقليم الولاية مع تسجيل الملاحظات في شبكة تواصلية كاملة حيث يتم استقبال المكالمات بالخلية مع طرح أسئلة خاصة على المتصل المبلغ عن حالة مشتبه فيها بعد التأكد من الحالة المشتبه فيها يطلق جرس انظار خاص وتعطى الإشارة لاسلكيا من أجل الانطلاق في المهمة وبعد نهاية عملية الإجلاء يخضع الرطل إلى عملية تعقيم خاصة عند مدخل الوحيدة ليست السيارة فقط من تخضع للتحقيم بل كذلك الأعوان المشاركون في العملية يحقمون بشكل كامل كما تعكف السلطات المحلية لولاية الأخواط على القيام بزيارات تشجيعية بشكل دوري إلى وحدات الحماية المدنية الزيارة هذه باش نشجعوا على كل حال ونشكرهم في نفس الوقت من السيد المدير الإطارات الأعوان كل جهاز هذا نتعى الحماية المدنية أي شيء اللي يبذلوه المجهودات اللي يبذلوها والنتاج اللي حقوها الجنود الصفر المدنيون مصطلح آخر يضاف إلى قائمة ستكتب بحروف من ذهب خلال أزمة رغم سلبياتها إلا أنها أبانت عن معدن رجال وبيّنت أن الجزائر ولادة دوما